اللهم صلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام جايبا لكم بقى مشروع بجد من البيت مربح وجميل ومش هتتعابي فيه يعني بجد حاجة حلوة خالص حاجة كده الشعب المصري كله بيحبها من أيام الفرعنة فاكرين في الفرعنة أيها من أيام الفرعنة بجد هتوفري والدبائي وكمان هيبقى في ايدك فلوس بس أهم حاجة هقولك على أفكار وهقولك على حاجات لازم تمشي عليها عشان تبقي شطورة وهقولك على أهم الحاجات في الفسيخ وكمان السردين تعمليها مشروع فسيخ وسردين أيها مشروع فسيخ وسردين بجد أنا عملت المشروع ده مربح وجميل قوي ولازم يبقى عندك الشجاعة أن أنت تمسك قرش أيها لازم يبقى عندك الشجاعة أن أنت تبقي شطورة وخمسة عليك في بيتك يعني لو مش كمان مش هستعمل المشروع ده تقدري كمان تاخدي من الأفكار وتعمليها في البيت لكي أنت ولو بيتك هتوفري وهتغلي حاجة نظيفة وما يجي الكشة سمم زي ما أحيانا بنسمع يعني أنا عملت كمية السردين الهيلة دي بسم الله مشاء الله وكمان الفسيخ عملت كمية كبيرة الحمد لله ومشاء الله بعتها كلها والحمد لله ربينا تكرمني فيها أهم حاجة أن أنت يبقى عندك علاقات كتير وبتطلعي وعندك إخوات وعندك قريب ويبقى عندك كده إيه زي ما بيقولوا تبقي لهلوبة كده ست لهلوبة في كل حاجة عند الجيران تعرضي كل المشروعات دي عليها أي مشروع بقى بتعملي مش لازم حتى المشروع ده في مشاريع كتيرة بس بجد مشروع للفسيخ والسردين المشروع مربح قوي وجميل وحتمسكي منه قرش بس أهم حاجة تمشي على كل الخطوات لأنا بقولك عليها دي لازم يبقى الحاجة بتاعتك شكلها حلوة ونظيفة وطعمها حلوة وبالضبط زي بتاعت برة وأحلى كمان من بتاعت برة يعني أنا لما عملت المشروع ده عملت السردين من غير سفه ولا خياشين نظفته تماما وحنزلكوا الفيديوهات بتاعته في صندوق الوصف وكمان في التعليقات زي ما انتو شايفين السردينية حلوة كده ايه ونظيفة مفهاش ولا خياشين مصفة ولا كمان سفه هو ده حبيبي الفيديو اللي انا عملته قبل كده وعندي اتنين تاني والحمد الله ربنا كرمني فيهم يعني هنزلهم لكم التلاتة لو انتو حبين وكمان السردينية يعني اربع فيديوهات اتمنى تشوفهم وتقولوا لي ايه رأيكم فيهم اهم حاجة هيبقى الملح بتاعنا في المشوار بتاعنا المشروع الحلوي ده الخشن او معندي كيش عادي ممكن تستخدم النعم وكمان الشطة وحبب بهارات بقى كده واهم حاجة زي ما انتو شايفين السردينية تكون طازة كده معاك وانتو بتنظف السفه مبوزهاش زي ما انتو شايفين بسم الله ما شاء الله نضيفة خالص ازاي تقدري كمان تقدري لو انت عايزة تخلي ليها من غير البطن اللي فيها دي تقدري كمان بس اهم حاجة الملح يبقى كويس معاك لانشان الملح لو مش مزبوط الفسيخ هيعفن معاك ومش هيبقى حلو لازم تزبوط الملح لو ناقص معاك ملح عايزة مالح سنة تقدر تزود الملح لو استوى معاك ولازم تحط شطة علشان الفسيخ معاك يبقى لونه حلو وشكله حلو كده والملح لازم تزبوطيه بالزبط وتعملي كل الخطوات اللي انا اقلها في الفيديو واهم حاجة معاك النظافة والشكل زي ما انتو شايفين كده يفتح النفس ده حبيبي بقى مش مستوي ناي مصوره القني تخيلوا بقى هو مستوي هيبقى عامل ازاي طعم وزي العسل انا عايزة اقول لكم خدت رأيي رجالة وستات فيه ناس خدت مني رجالة وستات قايتلي حلوة قوي وعمري ما شفت سردين بالحلاوة دي ولا كبير بالشكل ده الناس بتعمل السردين الزغير والسردين الوسط لكن ده باسم الله ما شاء الله سردينية كبيرة اعمل المشروع ده وصدقيني حتيكسابي فيه وحيبقى حلوة قوي معاك اهم حاجة تمشي زي ما انا قلتليك على الخطوات لنا اقلها لكم في الفيديو يعني بص بسم الله ما شاء الله سردين عامل ازاي والنظافة والسبيت صفة ولازم يبقى عندك علاقات والافضل كمان ان انت تدي لحد يبيعه وياخد نسبة وانت كمان نسبة ده ما شاء الله هتقطري كده والناس هتفرح وتاخد منك وتبيعي زي ما انا قلتليك بقى جران صحاب دي اهم حاجة ان انت تعملي علاقات وتبقي لهلوبة علشان تبيعي الحاجة اللي انت عاملها واهم حاجة ان انت ما كنوش بتكسفي يعني تبقي ست شطرة وجدعة وتجيبي قرشي لبيتك بجد انا فرحت بالفلوس اللي انا مسكتها اه هي ما كانتش كتيرة بس الحمد لله بجد فرحت اول مرة وكان نفسي دايما اعمل مشروع من البيت لو عجبكم الفيديو يلا خشوا شوفوا الفيديوهات التانية اللي انا عاملة فيها طريقة السردين والفسير كل الطرق ولو عجبتكو هسيب لكم الرقم بتاعي في صندوق الوصف وكمان في التعليقات اي حد عايز يشتري ولو مش عارفة وعايزة تعملي المشروع تقدر تشوف الفيديوهات وتمشي على كل القطوات وتبقي ست بيت ممتازة وتقدر تعملي مشروع من البيت من غير تعب من غير مجهود وتجيبي فلوس لولادك ستات كتيرة ما بتقدرش تطلع تشتغل عشان بيتها وولادها ما بتبقاش فاضية اقعوا بقى تنسوا الاشتراك واللايك وتفرحوني بالكومنت يلا بقى فرحوني بالكومنت الحلو وقلولي ايه رأيكم في المشروع الحلو ده من البيت ما تقرا فيش من حاجة بجد ولا ريحة ولا ابهدلة اهم حاجة تحطي في الكياس تبقى ايدك نديفة وما تبهدليش الدنيا عشان بيتك يفضل نديف زي ما انا كده بعمل لو جيتي فتحتي ولاقتي حاجة نقصة ملح تقدر تزودي الملح تقفلي عليه كويس عشان الريحة ترجمة نانسي قنقر